في البداية خلينا نتكلم عن فكرة الجوابات اللي كتبها الخال ماذا أراد أن يوصل بيها عدد من الرسائل للمصريين أنا ذاك؟ هو طبعا بداية نتكلم عن الاسم حرج القط حرج الاسم منتشر في محافظة قنة وجاي من حرجة حاجة اسمها الحرجة الحرجة دي مكان وهو اسم حد شوية ومعروف يعني فطبعا الرسائل هم 14 رسالة متبادلين ما بين الرسطة حراجي اللي هو كان مزالع أساسا في البلد وكان بيمسك الفاس فانتقل من انتقل انتقال مكاني ثم انتقال مهني ثم انتقال إنساني انتقال مكاني من محافظة قنة اللي هي محافظة عبد الرحمن الأبدولي نفسه ثم انتقال مهني من فلاح مزارع إلى عامل بيركب البلدوزر ثم انتقال إنساني لأن الجو اللي كان بيحيط به في البلد أو في الحقل أو في النجع غير الجو اللي بيحيط به في أسوان أسوان طبعا يعني أكثر حرارة نعم أكثر حرارة لا الجو الإنساني يعني هناك الإنسان الأسواني مختلف إلى حد كبير جدا عن الإنسان في قنة ثانيا لما راحل سد العالي هو طبعا ابتدى العمل في السد العالي من سنة 61 وكان فيه استضافة أو استدعاء أو استعانة بالروس لأن الروس عندهم مهندسين للسد العالي نحن كانش عندنا مهندسين سدود أصلا يعني ولكن يتعلموا مع الخبرة يبقى فيه مهندسين سدود وعى بقرة في نفس الوقت فالمناخ اللي عاش فيه الإنساني ده مختلف إلى حد كبير عن المناخ اللي كان فيه محافظة قنة باختصار الرسائل دي هي التاريخ الوجداني أو الإنساني للعامل في السد العالي بالمناسبة يعني اتعاملت حاجات كتير جدا عن إنسان السد العالي ولكن كانت الجوابات 24 رسالة متبادلة بين حراجي وفاطمة هو بيقولها فاطمة بن نون كمان والقسطى حراجي فيه كتاب صدر في سنة 67 ليسو نعال إبراهيم وكمال الإلش ورقوف مسعد اسمه إنسان السد العالي برضو عن العامل وفيه كتاب تاني برضو اسمه التاريخ الإنساني السد العالي وده مجموعة شهادات العمال ومهندسين ده كتاب مهم صدر من سنوات لكاتب المعروف يوسف فخوري فالرسائل أولا نقدر نقول إن الأبنو دي لم يطرح فيها سيكولوجية أو نفسية حراجي فقط لغير ولكن طرح ناس كتير جدا اللي أسطى طلعت المهندس طلعت اللي بيوا عليه أسطى هناك اللي هو خده من إيده وعلمه حاجات كتير جدا هو اللي خده من إيده من أول ما كان فلاح ولحد ما راح السد وبدأ ينقله من خطوة إلى خطوة نعله من طور الفلاح لطور العامل بالضبط كده في نفس الوقت تشعر حتى من جوابات من جوابات فطنة إلى حراجي إنها مش فهمة عن إيه حكاية السد وفي الآخر خالص بتقوله النبي سيبك أنت جعدت ست سنين في السد تعالى هو السد أنت هتاخد منه حاجة هو أبوك السد والأمك يا أخي تعالى شوف عيالك شوف عزيزة وعيد عزيزة وعيد دول أطفال أبناء حراجي فطبعا هو بيفهمها يقول لها أنا من يومي وأنا عارف أني هكون عامل هكون قسطة فطبعا فبيوصف وبيقرخ تأريخ وجداني وإنساني ونفسي للعامل في السد العائل لما بتعامل مع الدلاميت بيقوله على الهدي بيقوله على ديناميات الدلاميت لأنه برضو فيه لكنة وفيه يعني لما تقرأ لحضرتك الكتاب كل كتاب الرسائل هتلاقي لما أنت سمعت دلوقتي البص البص ده إيه؟ البص ده هو أنت عارف كزو الدورة لما بيحرقوه فلما تحول آي بالزابط الأوالح ولما تتولع والتحول إرفاحة بيسموا عليه البصاية أنت دوست على البصاية ففيه في اللهجة فيه حاجات كتير جدا الدلدلت من الجاتر طبعا بيوصف بيوصف لحظة الرحيل من البلد إلى السد العائل لما هو راحين للمجهول كل العمال اللي كانوا خرجوا من اللي بانا السد معظم أبناء الصعيد أصلا وفيه ناس من القاهرة كمان بس هو معظم أبناء الصعيد يعني سد العالي لم يكن مشروعا يعني لإنقاذ مصري من فيضانات ومن أشياء كسرة جدا لكن هو كان مشروع تشغيل كبير السيمة ما يعرفش السيمة هو بيوصف هنا إزاي السيمة جات لهم في الجاب المكان والجاب الشاشات والجاب بتاع وابتدأ يتطائط يتطلطح يتطلطح دي يعني يعمل كده فيبتدأ يتطلطح يتزاحم يعني حاجة كده فيتفرجوا على السيمة وجاعدوا على الأرض عشان يفرجوا على السيمة وعلى الشاشة وعلى حاجات ما كانواش يعرفوها هو الإنسان اتغير إنسان السد العالي اللي أبداعه الأبنودي واعتقد أن دي فيها بعد حقيقي أو بعد واقعي للأبنودي الأبنودي كان في سنة 61-62 أعتاقي هو كان في الجيش ولكن كان بيروح السد العالي هو كان بيشتغل كتب محكمة بالمناسبة ولكن إخواته وأهله اللي تعمه فعارف لأنك لما تقرأ الكتاب أو تقرأ الرسائل دي من أبدع ما كتب الأبنودي يعني هو قادر على يعني مثلا عنده دوان تاني اسمه جوه على الشط عنده دوان تالت اسمه عمليات التالت دوين دول وسيلة أحمد سمعين دول جزئين فدول بيتحرّف لهم الشعر ليس أبعادا جمالية فحسب ولكن أبعادا نفسية أيضا ترجمة نانسي قنقر